اشتركوا في القناة عمليات نيبرود الجار الاقرب البسيطة اللي هي الأبرجينج المنموم الماكزيميم الميدين الأبرجينج واضح ما شرحته هو بسيط مابيش إنه تجمع البيكسلات المجاورة للبيكسل هذا وتقسمها على عددها المنموم لا يعني رح يكون الأوتوت مالتي أفريج بالمنم الأوتوت مالتي رح يكون المنموم أقلهن بالماكزيميم لا الأوتوت رح يكون عنده الميدي الماكزيميم بالMedian هنا أنا أعيد ترتيب البكسلات بشكل تصاعدي أو تنازلي وأخذ البكسل الMedian الوسيط رح يكون هو عندي الأوتوت ننتقل إلى العملية يعني شون للتم سلايدر رقم ثلاثة سلايدر رقم ثلاثة تشوف الماسك هذا شون ناخذه اللي هو الOriginal Image Pixels وشون نضربها فلتر واللاحظ الE Processed ايش تساوينا؟ تساوينا الV الV مضروبة بالE زائد R مضروبة بالA زائد S مضروبة بالB وهكذا T إلى آخر واضح فإذا كان هذا الفلتر مثلا إذا كان هذا الفلتر هو القيم مال تل R واحد على تسعة الS واحد على تسعة الT واحد على تسعة الU والV كلها واحد على تسعة هذا شنو معناه الفلتر؟ هذا Average Filter هذا Average Filter طبعا ممكن أنه الفلتر هذا يكبر ممكن أن يكون ثلاثة في ثلاثة ممكن أن يكون خمسة في خمسة ممكن أن يكون سبعة في سبعة وهنانا يبقى السؤال شباب ليش حجم الفلتر يكون فردي؟ ليش حجم الفلتر يكون فردي؟ ننتقل للسلايد رقم أربعة اللي هو Average Filter واضح Simple Averging Filter واحد على تسعة طبعا نحن هنا واحد على تسعة ليش؟ لأن هنا عددهم تسعة إذا كبرنا قد رح يكون هذه القيمة العددية إذا كبرنا سونا سبعة في سبعة أوكي شباب هذا قد يجيكم سؤال وهكذا لو لاحظ هنا أيضا بالسلايد رقم خمسة الأخير لاحظ أنه جينا أخذنا Original Image Pixels وضربناها وكيف كانت النتيجة كانت النتيجة عندي 98.3 أوكي هذا Above is repeated for every pixel in the original image to generate the smooth image طبعا هذا الماسك هذا الماسك الفلتر رح يتحرك يتطبق على كل البيكسلات الموجودة بالصورة وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا